التيتش شارك في ثلاث دورات أولمبية أعوام 1924 و1928 و1936 واعتزل كرة القدم سنة 1940 اعتزل وهو في قمة عطاءه وليقته لدرجة انه كان لست بيلعب الهوكي في فريق دادي ويشارك في مسابقات اللعبة وكان خبر اعتزاله صدمة لعشاء كرة القدم لدرجة ان الناقد الرياضي الكبير محمد شميس كتب مقال بعنوان جناية مختار التيتش على مصر قال في ايه صدماني نبأ اعتزال مختار الكرة صدمة عنيفة ومختار ما زال باعتراف الجميع نجم الملاعب قاطبة وما زال في عمره بقية شابة حارة تتزعم الميادين بقدار وفعلا اعتزال التيتش كان صدمة كبيرة لجمهور الكرة وطلبوه بالرجوع عن اعتزاله لكنه صمم فلجأ بعضهم للسيدة ام كلسوم وكانت علاقتها قوية بالتيتش لكن مفيش فايدة التيتش اقنع ام كلسوم بوجهة نظره في الاعتزال وهو في قمة عطاءه وعند اعتزاله نشرت احدى الصحف زجل طريف قالت في ايه يلي بتستفتل سبور السبور دي مجلة الرياضية يلي بتستفتل سبور مالك محتار ازاي تدور على كابتن راح فين مختار في رأيه لو جعلوا الكابتن بالانتخابات كان غيره ياخد صوت واحد وهو ألفات بتوعي الأولمبيك شافوا لعبه قالوا ده القاس لو كان في مصر تلاتة زيه كتاخد الكاس يتتش ارفع ريتك واعمل مجهود يرعاك ويحميك المولى من كل حسود بعد اعتزاله استمرت تتش في لعب الهوكي وساهم في تأسيس التحاد الهوكي وكمان كان من مؤسسي التحاد البلياردو مع حسين حجازي والسيد نصير وزي ما قلنا تولى مناصب سكرتير لعبة الهوكي وكابتن النادي ومرائب الألعاب النادي وكمان تولى تدريب فريق كرة القدم في فترة كده في الأربعينيات وشغل منصب مدير عام رعاية الشباب بوزارة الشؤول الاجتماعية لما كانت الرياضة تابع عليها قبل إنشاء وزارة الشباب والرياضة وخرج على المعاش في سبتمبر 1965 وحصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى وتوفي في 21 ديسمبر 1965 وكرموا مجلس إدارة الأهلي بإطلاق اسمه على الملعب الرئيسي للنادي الأهلي وعمل تمثال نصفي قدامه كده وفي جلسة 12 ديسمبر 1984 منحوا مجلس الإدارة الرئاسة الشرفية للنادي مختار التيتش اسمه مرتبط بالقيم الأخلاقية والروح الرياضية والكفاءة الإدارية وكان علامة برزة في تاريخ النادي الأهلي ولو الكتير والكتير من المواقف اللي حنتكلم عنها في حينها إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر